اشتركوا في القناة اليونيدو بالذكرى الخمسين إنشائها من خلال تنظيم معرض متخصص في مقرها العام في فيينا النمساوية أواخر نوفمبر المقبل وتتزامن احتفالية اليونيدو الخمسين مع الذكرى العشرين لتأسيس مكة بترويج الاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين حيث سيتم عرض وإبراز التعاون التاريخي الوثيق بين الجانبين وقد أكد سعدة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدولية بمؤتمر صحفي أن قصة نجاح نموذج البحريني لريادة الأعمال في أكثر من 48 دولة حول العالم هو دليل على الشراكة الاستراتيجية القوية بين اليونيدو والبحرين حيث تلاقت أهداف منظمة المتحدة التنمية الصناعية مع أهداف واستراتيجية لمشروع الاصطراحي لسجارة الملك بشقه الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بريادة العمال الشباب وتمكين المرأة حيث توجد هذه العلاقة المتميزة عبر مكتب اليونيدو في البحرين الذي أسسه عام 1996 بالخروج بالنموذج البحريني في راية العمال الذي نفذ في البحرين بنجاح وتم تصديره وتنفيذه أيضا بنجاح في 48 دورة حول العالم وهو مدعاة للفخر والاحتزاز لنا في مملكة البحرين دعمنا أكثر من 8000 راية عمل وإنشاء 2000 مؤسسة صغيرة متوسطة جديدة باستثمار يفوق 1.6 بليون دولار وخلق أكثر من 16500 وظيفة في البحرين عن طريق هذه المؤسسات الريادية أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع نوى قدره 3.73 من مئة نقطة عن معادل الأقفل السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتدولة لهذا اليوم مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف واربعمائة واثنين سهما بقيمة إجمالية قدرها 297 وثلاثمائة وثمانية وستين دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 43 أصفة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 94% من القيمة الإجمالية للأسهم تبلغتها ترجمة نشئ اشتركوا في القناة